الحمد لله وبعد يمن الله على أحدنا في أن يسلك طريق السائرين إلى الله سبحانه وتعالى وعادة ما تكون بدايات هذه الطريق بدايات رائقة شائقة أم رائعة يسعد بها الإنسان ويعني يثلج بها صدره وتنبلج أساريره ويكون سعيدا فيها مطمئنا مشمرا عن ساقيه وساعديه صادق العزم وهكذا في كثير من الأحيان يكون هذا الحال ففي بداية الالتزام الإنسان بدأ بعد أن كان في غفلة بسبب محيطه بأسباب مختلفة والشهوة التي كان فيها وا 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 استيقظ استيقظ هذه اليقظة التي هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين فهو انتبه بعد أن كان راقدا وانزعج من تلك الغفلة يعني استيقظ تحرك فإذا تحرك وا استيقظ يكون مشمر العزم يكون يعني صاحب همى وصاحب عزم ويكون سعيد بهذا فهو يصلي ويستشعر تلك الصلاة فهو يقرأ القرآن ويخشع في قراءته ويستحضر معانيه فهو يذكر الله سبحانه وتعالى ويعيش مع اسمائه وصفاته في كثير من الأحيان تكون هذه البدايات بدايات لا تكون طويلة الأمد لا تكون طويلة الأمد وهذا نبه عليه كثير من أهل الألم فهنا تأتي المشكلة التي يقع فيها كثير من الشباب الملتزم والذي هو على طريق الالتزام أنه أنا أشعر بالفتور والانتكاس والكسل سواء على المستوى العلمي أو العملي أو حتى الشعوري كيف يعني على المستوى العلمي أنه حتى المعاني التي أدرسها أحيانا أشعر أنني أنساها بعد فترات أشعر أني نسيت هذه المعاني أو ليس لها واقع في حياتي في بعض الأحيان أو بعضهم يشكوا أنه أنا كنت أستشعر القرآن وأخشع في الصلاة وأتفكر في مغلوقات الله وأتعايش مع الأقدار بشكل يعني كان رائع ولكني الآن أشعر بأن قلبي أصبح قلبا قاسيا أو أشعر أنه حتى في حالة من البلادة بل حتى الموت هذا من ناحية الشعورية ومن ناحية عملية فالأمر راضح يقول كنت أصلي كذا وأفعل كذا وأفعل كذا ثم أنا لا أفعل الأشياء الأساسية فهذا الفتور والانتكاس ماذا أفعل؟ طيب عليك أن تدرك أن هذه التي أنت فيها حال حال يمكنك من خلالها أن تتقرب إلى الله ولكنها أيضا هي حال يحبها الشيطان ويحب أن يستغلها تمام؟ فنبدأ بالخطير هذا أنا بدأت في تنبيه خطير وهو أن هذه الحال التي أنت فيها من هذا الخوف الذي أنت فيه من أنه أنا صار عندي فتور وانتكاس بطلت عن شعوريا صار عندي نعمل البلادة أو حتى بعض المعاني التي كنت المفروض أعرفها ليست فاعلة في حياتي والعمل الذي كنت عليه تركته هذه الحال قد تحولها بطريقة تجعلك أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتسير فيها في مراتب العبودية لله سبحانه وتعالى وتسير فيها على صراط الله المستقيم ولكنها أيضا هي حالة يتربصها الشيطان ليستغلها ويودي بك في دركاته ويأخذك في خطواته فالحذار يعني انتباه شديد عليك هنا أن تنتبه انتباه شديد طيب ما المطلوب ماذا نفعل طيب أولا عليك أن تدرك أن تلك الحالة التي شعرت بها أولا بعض أهل العلم يشبهها وكأنها عينة عينة من لذة الإيمان آتاك الله إياها وكأنها تجربة وكأنها عطاء هو طبعا أكيد هو عطاء من الله سبحانه وتعالى ولكنه عطاء ممكن أنت لم تستحقه أصلا ولكن فضل الله عليك أن أذاقك إياه لتعرفه لتعرف كيف تكون حلاوة الإيمان كيف يكون العيش مع الإيمان كيف يكون السير إلى الله سبحانه وتعالى ولكن هذا مرتب عالي وعظيم جدا 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 ولكنه أعطاك منها عينة لتعرف كيف هو مذاقها لتسعى بعد ذلك في درجات العبودية لتصل إليها لكنها مرتبة عالية وأنت في بداية الطريق لم تكن على تلك المرتبة العالية أو قد كنت ممكن كنت على ذلك لأن قلبك كان طاهرا صافيا إن شاء الله لكن حتى لو لم تستحق هذا فهو عطاء من الله ليريك ما هي الدرجات العالية وذعله أيضا تستطيع أن تفكر فيه بأن أرأيت كيف يكون علاقة الموصول بربه سبحانه وتعالى فكيف بنعيم الجنة بلذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى فهذه عينات من لذة الإيمان وعينات من لذة التقرب إلى الله القرب من الله التعرف على الله معرفة الله سبحانه وتعالى فهذه العينة تجعلك متشوق ومتشوف إلى هذا عليك أن لا تأخذها بالشكل المعكوس وهو بما أني رجعت عن تلك المرتبة إذن أنا خلص في الدرك الأسفل من النار لا 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 أصلا أول مرة هذه كانت عينا وعليك أن تعمل الأعمال لترجع إليها ولو لحظة من الزمان هذا شيء مهم لأنك إذا عرفت ذلك يعني لا تقنط من رحمة الله إذا عرفت عن ذلك لن تفكر بطريقة آه أنا انتكست وخربت الأمور يعني لا فائدة مني ومن المساحل أن أرجع إلى ذلك لأنك يجب أن تدرك أنها أصلا أول مرة كنت فيها ليست هذه الحالة التي عليها الناس على طول الزمان وليس من الممكن أن تبقى عليها على طول الزمان وهذا ما سيأتي الآن طيب فالمسألة الأخرى التي عليك أن تضعها حلقة في أذنك وتضعها شعارا في ذهنك وهي أن الإنسان له طبائع وله فطرة وهو مخلوق مجبول على أشياء من هذه الأشياء أنه ضعيف بصفته مخلوق أصلا فهو ضعيف بمجرد أن تقول أنه مخلوق فهو ضعيف ومحتاج وهذه ضعيف ومحتاج أمامك خيارات إما أن تبقى تلطم على نفسك أنا ضعيف وأنا محتاج فخلاص هكذا أو أن تتعامل مع هذا الضعف وهذه الحاجة بميزان الوظيفة التي خلقت لأجلها وهي عبادة الله سبحانه وتعالى فيكون استشعارك لهذا الضعف وتلك الحاجة يقربك إلى الله كيف؟ أنا ضعيف فأرجع إلى الله وألجأ إلى الله أنا محتاج فأفتقر إلى الله وأتذلل لله طب ما علاقة هذا في موضوع الانتكاس العلمي أو العملي أو الشعوري آه علاقته بأن بأنك إذا استشعرت ضعفك في هذه الأمور ضعفك تجاه الشهوات ضعفك تجاه الشبهات ضعفك تجاه الأقدار ضعفك تجاه الطاعات عرفت أنك لن تقوم بشيء من ذلك لا بالطاعات ولا بالابتعاد عن المعاصي ولا بالتعايش مع الأقدار والتفاعل معها بالشكل المناسب إلا بعون الله سبحانه وتعالى فهو الخالق الرازق المدبر الحي القيوم سبحانه وتعالى فهذا يقربك إلى الله يقربك إلى الله شوف سبحان الله كان الضعف يقربك إلى الله بل هناك كلمة مهمة جدا وخطيرة يقولها الإمام بن القيم فيقول أن الإنسان إذا نظر إلى طاعته يعني هو بيكون عنده طاعات فينظر إلى الطاعات فبكيف على حاله فإن نظر إلى طاعاته وعبادته تعاظمت نفسه وشمخ بأنفه وظن بأنه وأنه فإذا وقع في المعصية أو إذا أصبته المعصية أو كذا يعني إذا عصى تضاءلت نفسه وتواضع يعني وعرف بأنه وأنه فأحيانا يكون الانتكاس وإن كان الانتكاس ليس مطلوبا منك أن تتعمد الانتكاس طبعا ولكن الانتكاس سيحصل لأنك بشر فإذا حصلت تلك الحالة من الفتور أو الغفلة أو المعصية هذا عليك أن تفكر فيه بهذا الشكل إن هذه المعصية تعني أنك عبد ضعيف فإذا استشعرت هذا دخلت في باب من أبواب العبودية سبحان الله معنك أصلا هس طالع من معصية لكنك إذا استشعرت ضعفك كانت هذه من أبواب العبودية وكما يقول بعض السلف لأن أنام يعني أنام في الليل وما أقوم الليل ولا شيء وأصحى يعني منزعج من نفسي لأنني أنا مقصر في حق الله خير من أن أقوم الليل وأصبح معجبا بنفسي لأن الأولى حققت معنى العبودية وهي التذلل بين يدي الله والثانية لم تحقق معناها بل العكس فأحيانا للإنسان عندما يضم من نفسه أنه ما شاء الله مجتهد في العبادة والعلم والعمل وحتى بالخشوع والخضوع في الصلاة ما شاء الله فيضم من نفسه أنه إنسان رائع يعني ما في حدا زيه فإذا أصابته المعصية وضعفت نفسه عرف قدر نفسه وعرف أنه لا ملجى من الله إلا إليه وأنه عليه أن يدرك إدراكا جازما أن توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان لأن يكون عبدا لله حقا ليس بجهد الإنسان نفسه وإنما هو محض توفيق الله عز وجل محض توفيق الله وإنما الذي تفعله هو أخذ بالأسباب ولكن عليك أن تتوكل على رب الأسباب سبحانه وتعالى هذا ملحظ خطير ومهم جدا خطير ومهم ملحظ آخر مهم وخطير في موضوع الانتكاس عليك أن تحضر منه أجعله أنا في رسالة أخرى من الأمور الخطيرة التي علينا أن ننتبه إليها من أنفسنا وهي ملمح دقيق دقيق جدا ولكنه خطير جدا لتفهم معنى العبودية عبادة الله لعبادة أصلا معناها التذلل أصلا والعبادة قائمة على هذين الركنين الأساسيين المحبة والذلة فهي محبة بذلة وذلة بمحبة فأنت تتذلل إلى الله محبة وتحبه من وجه المحب الذليل بين يدي محبوبه فالعبودية هذا معناها هذه بعض الناس عنده مشكلة مع الفتور والانتكاس من شيء يسمى بوهم الكمال ووهم الكمال هذا فيه يعني هذا بشكل أو بآخر ويعني بعض الناس قد يجد هذه الكلمات صعبة وثقيلة ولكن اسمعها مني لعلك تستفيد اسمعها مني هذا وهم الكمال قد يخرم العبودية بشكل كبير جدا كيف؟ كيف؟ هذا كلام خطير آه طبعا كلام خطير بعض الناس مشكلته أنه لا يريد أن يعصي ولا يريد أن يسيء ولا يريد أن يقصر ليس فقط لأنه يحب الكمال هنا لكن هو لا يريد أن يتذلل بين يدي الله يعني هو يأنف من الاستغفار يأنف من التذلل بين يدي الله مستغفرا منيبا عائدا آيبا إلى الله لا يحب هذه الحالة يكرهها يستصعبها تستصعبها نفسه هو يريد أن يكون مستقيم مع الله ويفعل الطاعات هكذا يظن طبعا أن هذا هو الخير أنه يفعل الطاعات ويبتعد عن المعاصي خلاصي رب أنا سويت اللي علي ولا يريد أن يعصي فيستغفر بعد المعصي لأن الاستغفار بعد المعصي هذا الثقيل عليه فيه بكاء وفيه خشة من الله وفيه تذكر العذاب وهو لا يريد هذه الأمور هو يريد فقط الأمور اللي هي الأشياء الحلوة أو ما يظن أنها الأشياء الحلوة وهذا كبر عن العبودية هذا كبر وهذا الكبر اللي ممكن يحرمك على الجنة خطير هذا الكلام خطير خطير جدا طب لماذا أنا أذكره لكي تستشعره أولا تحذر من هذا في نفسك ثم تعرف المقابل له وهو الخير إذن هو إيش إن المعاصي إذا حصلت طبعا أنت لا تتعمدها لكنك ستضعف بطبيعة الحال وستقصر هذا الذي سيحصل معك لأنك بني آدم فعندما تقصر أو تعصي أو كذا تنظر إلى تلك المعصي أو التقصير أو كذا بهذه الطريقة التي تقربك إلى الله إنك إنت ضعيف يجب أن تلجأ إلى الله إنك إنت فقير يجب أن تسأل الغني إنك إنت ضعيف أن تكون مع القوي إنك إنت محتاج فتكون مع المعطي سبحان الله فهذا مسألة مهمة أحب أن أدقق عليها لأن أقول لك مسألة مهمة بعض الناس إذا خيرته خيارين قلت له ما الأفضل هل الإنسان أفضل لو أنه لم يعصي أبدا يعني مثلا أنت عصيت معصيا هل تفضل أنك ترجع في الزمان وتمحى هذه المعصية تماما تمحى من ميزانك أم أنك عصيت ثم تصاغرت نفسك وتواضعت وعرفت الله أكثر بعد هذه المعصية وتذللت بين يدي الله واستغفرت حق الاستغفار وقبلت توبتك كثير من الناس يختار الخيار الأول إنه ما بدي أعصي أصلا لأنه يستثقل هذا التذلل وهذه العبودية لله عز وجل طبعا هنا قد يكون هناك تدقيق علمي في المسألة أن بعض السلف كان يقول أن السلامة لا يعدلها شيء أنه أصلا لا أعصي أصلا صحيح لكن هذا لأننا لا نضمن هذا الإنسان لأنه لا يضمن أن تقبل توبته لكن أنا الآن أخيرك بين خيارين خيار أنه أنت تعصي أنك ما تعصي أصلا ولا ممكن تعصي أو تقصر ولكن بعد ذلك هذا يقربك إلى الله واه طبعا أنت لن تستطيع أن تختار بين هذه وهذه في الحياة الدنيا على الحقيقة لكن أنا أريد أن أعالج الفكرة طريقة التفكير يا جماعة الخير طريقة التفكير مسألة أخرى وهي مسألة تأصيلية لفهم الموضوع بشكل عام وهي أن تعرف أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد ظاهر وباطن هذا الإيمان كل الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاها تدخل في اسم الإيمان والإيمان بطبيعة الحال يزيد وينقص يزيد وينقص وعليك أنت في حياتك قدر الإمكان أن تزيد من إيمانك فكلما زدت إيمانا ازددت إيمانا كتب لك هذا في ميزان حسناتك وهكذا وحتى عندما ينقص إيمانك فهو عندما زاد في المرة الماضية ذلك لن يضيع عليك أجره إن شاء الله إلا إذا فعلت ما يحبط عملك هذه مسألة أخرى لكن بشكل عام أنك إذا كان إيمانك في درجة عالية وفي هذه الدرجة العالية سجلت حسناتك هذه عند الله الحفيظ العليم سبحانه وتعالى سجلت حسناتك والحفظة الكرام البررة يسجلون الملائكة أيضا فكل هذا لم يضع عليك حتى عندما تفتر فحسناتك موجودة لم يضع حقك تمام هي مش مراحل بدأك توصل من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة لا حتى مراتب الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان الإنسان قد يصعد فيها نعم يصل إلى مرتبة الإحسان ثم يفتر فيرجع إلى مرتبة الإيمان ثم يفتر أكثر ثم يرجع إلى الإحسان وهكذا فعليك أن تدرك أن الإيمان يزيد وينقص وهو كالشجرة الإيمان كالشجرة الإيمان بمعناه العام اللي هو بالمعنى الصحيح اللي هو الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كل شيء حب الله من الإيمان الصلاة من الإيمان الذكر من الإيمان خوف الله من الإيمان محبة المؤمنين بالإيمان إزالة الأذى عن الطريق من الإيمان، الحياء من الإيمان الغيرة من الإيمان الجهاد في سبيل الله من الإيمان معرفة الله بأسمائه كلها من الإيمان الآن شجرة الإيمان هذه لها أصول وفروع ولها ثمار وأوراق وهكذا هذه الشجرة من الإيمان قد تزيد وتنقص ما يعني تزيد وتنقص؟ دعني أعطيك تشبيه كيف هي الشجرة التي تزراحها فهي تكبر مع الوقت نعم ولكنها ممكن يأتيها مثلا خريف فعندما يحصل الخريف لا يكون هناك ثمار وتكون الأوراق ليس هناك أوراق وتكون الشجرة عرضة للكسر وفي حين في فترة الربيع تخضر ثم تزهر ثم بعد ذلك تثمر وهكذا فهكذا الإيمان أنه يزيد وينقص أي شيء يعني يزيد وينقص يعني قد تكبر الشجرة وقد يتكسر شيء من أغصانه وكذا فتنقص وقد تظهر ثمارها في مواسم ولكن في مواسم أخرى قد لا تظهر ثمارها بحسب ما يسقى هذا الإيمان من الوحي ومن العبادات والطاعات وكله هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى فإذا فهمت هذا عليك أن تدرك أنه نعم إيمانك قد تعرض عليه حالات فيجف فيصبح في فصل خريف فيجف يجف ويقسم ويكون عرضة وقتها للكسر فعليه إيش عرضة للكسر إيش عن الكسر أقصد أنه يكسر فينقص ويتأثر تأثرا شديا فعليك وقتها أن تحافظ على نفسك وتحذر من الشهوات والشبهات في وقت الفتور ثم لا تفتأ يعني ترجع أن تسقي نفسك مرة أخرى تسقي هذا الإيمان بالوحي وبصحبة الصالحين وبالذكر حتى ترجع فتزهر وتثمر لا بأس وبطبيعة الحال سترجع الدورة مرة أخرى فتنتكس مرة أخرى أو خلينا نحكي فتفتر مرة أخرى وتغفل لا أسميه انتكاس لأن انتكاس كلمة كبيرة لكن ستغفل مرة أخرى لا بأس وأحيانا طبعا كما تعرفون هذا الخريف الذي يمر على الأشجار مهم لها مهم لكمالها يعني هي يجب أن تمر بهذه الفترات لكي تعرف ما هي الثمرات لكي تكون للثمرات قيمتها واضح الفكرة فكما قلنا أنه أحيانا الفتور بالعكس يقربك إلى الله أكثر من الواحد أن يكون معجب بنفسه أنه عنده طوعات وما شاء الله عليه سبحان الله هذا كلام مهم مهم جدا نسأل الله عز وجل أن أكون وفقت إلى إيصاله بالشكل المناسب إنما هو كلام أهل العلم الذي أخذوه من الوحي ليس كلام الشخصي طيب هذه هي القضية تخاف الفتورة والانتكاس أو ترى من نفسك أنك قسى قلبك أو كذا أو كذا طبعا كل مسألة لها علاجها الخاص مثلا قسوة القلب قد يكون لها علاجها الخاص كذا كل شيء لكن بشكل عام كما قال الإمامنا القيم لابد من سنة الغفلة ورقاد الهوى ولكن كن خفيف النوم لابد من رقاد الغفلة ورقاد الغفلة رقاد الغفلة وسنة الهوى أو كذا ولكن كن خفيف النوم لابد من سنة الغفلة ورقاد الهوى ولكن كن خفيف النوم يعني ستغفل لانتك بني آدم ولكن لا تكثر النوم لا تطل في نومك استيقظ واليقظ هذه التي تجعلك تستيقظ من الغفلة ومن الرقود طيب وملاحظة أخيرة عليك أن تدرك ما هو المقابل للغفلة يعني ما هو عكس الغفلة عكس الغفلة هو اليقظة والذكر فالذي يعينك على اليقظة هو الذكر الذكر بأنواعه سواء أذكار الصباح والمساء أو الذكر بإسمه المطلق أو الذكر وهو القرآن والوحي أو الذكر وهي مجالس الذكر مجالس العلم كل هذه ذكر فحافظ على الذكر الذكر يذكرك في تلك المعاني فتبتعد عن الغفلة حافظ على الذكر الذكر يحيي القلب الذكر يساعدك على العمل الذكر يقوي جسدك على العمل الذكر يعطيك يجعلك تعيش بتلك المعاني التي تعرفها أصلاً ولكن يجعلها واقعا حقا في حياتك الذكر يجعلك تستشعر المعاني التي تعرفها الذكر يجعلك أقرب إلى الله يسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين هذا الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين